البحث في ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر بهدف تعزيز المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري هي المهمة التي كلف بها الرئيس الفرنسي إمانويل مكهون المؤرخ بنجاما ستورا لإنجازها مع الجانب الجزائري حسب ما أعلن قصر الإليزيه ستورا الذي ولد في مدينة قسانطينة الجزائرية عام 1950 هو أحد أشهر الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر وخاصة فترة الحرب التي امتدت بين عامي 1954 حتى استقلال الجزائر عام 62 من القرن الماضي كان صرح الخميس أنه ليس ممثلا للدولة الفرنسية وقال ستورا إنه لا يمكننا التوفيق أبدا بين الذاكرتين بشكل نهائي لكنني أعتقد أنه يجب علينا أن نتحرك نحو سلام نسبي للذاكرتين من أجل مواجهة تحديات المستقبل بشكل خاص كي لا نبقى أسر الماضي طوال الوقت لأن الجزائر وفرنسا في حاجة إلى بعضهم البعض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته أرسلت إلى باريس اسم المؤرخ الجزائري الذي انتدبته للعمل مع الجانب الفرنسي للبحث في الملفات المتعلقة بذاكرة الوطنية واسترجاع الأرشيف الوطني وهو المستشار لدى رئاسة الجمهورية عبد المجيد شيخي الرئيس الجزائري اعتبر أن قرار نظيره الفرنسي تعيين المؤرخ بنجمان ستورا ممثلا عن الجانب الفرنسي في هذه المهمة يصب في خانة تسهيل الأمور والخروج من التشنج السياسي ترجمة نانسي قنقر